اشتركوا في القناة لشركات المجموعة الوطنية لصناعة الصلب الى الشوارع احتجاجا على تأخر رواتبهم لعدة اشهر وفي مدينة يأسوج وسط ايران تظهر اصحاب الاكشاك في سوق الجمعة بالمدينة وتجمعوا امام البلدية للاحتجاج على اغلاق اكشاكهم وقالوا ان حوالي 4000 من المواطنين يؤمنون دخلهم وقوت عوائلهم عن طريق هذه السوق اشتركوا في القناة